نهاية لكن الأهلي والترجي والوداد المغربي والنجم السحلي هناك أندية عربية كثيرة إن شاء الله تتواجد في مرحلة الدور ربع نهاية مباريات الدور السامنية لها تقوم مباشرة في شهر ستمبر بعد ختام الجولة الخامسة والسادسة في شهر أغسطس القادم من الأخبار المحلية أيضا بعدما الحديث عن المباريات الأفريقية ودوري أبطال إفريقيا يمكن الجهات الأمنية اتكلمت أو حددت عدد الجماهير في مباريات الدور في الموسم القادم إن شاء الله الموسم ينطلق يوم 31 يوليو ألجاري بمباريات الإسبوع الأول لكن اتحاد القرى طلق خطاب من الجهات الأمنية يفيد بالموافقة على دخول 2000 مشجع للفريق صاحب المباراة في حين يحضر للفريق أضيف 200 مشجع فقط دي نسبة كانت اتكلمت فيها الجهات الأمنية مع اتحاد القرى بالنسبة للموسم القادم والشكل فيه الموسم القادم نقدر نقول بداية موفقة بداية بسيطة للمواسم القادم إن شاء الله الأعداد تزيد وكمان الجهات الأمنية أعلنت موافقتها أيضا على أن الأمر سيتغير بنسبة عدد دخول الجماهير في المباراة التي يلعبها الأهل والزمالك والإسماعيلي أمام الأندية الغير جماهيرية بمعنى أن الأهل مثلا عندما يواجه أمبي سيستطيع الأهل أن يدخل جماهيره في حدود 5000 مشجع لكن لما تكون مباراة جماهيرية الأهل بلعب الإسماعيلي الأهل يدخل 2000 مشجع والإسماعيلي يدخله حوالي 200 مشجع أنت بتتكلم في نسب جماهيرية بتختلف ما بين مباراة وأخرى ومعظم مباراة الأندية اللي بتشارك فيها الدوري كلنا عارفين يعني معظم أندية شركات فحضور الجماهير في هذه المباراة بكسافة مش هيكون فيه أي أزمة وأي مشكلة 5000 مشجع في أستاذ السلام مثلا في مباراة الأهل والإنتاج الحربي مش هتكون أزمة أستاذ بيسعى لحوالي 30 ألف متفرج فتكون المساحة يعني معقولة بالنسبة لفريق النادي الأهل الأخبار المحلية والأخبار الخاصة بقطاع قرط اليد والسلة والطيرة في النادي الأهل ومزيد من التفاصيل في هذا الملف يمكن طبعا طائرة النادي الأهل لرجال بتواصل الاستعداد للمسلم الجديد الفترة الأخيرة كنا نتكلم عن طائرة الأهل رجال من خلال قيادة فنية لكابتن محمد مصر الحميدو بيستعده من خلال مباراة ودية واستعداد بتدريبات بدنية للمسلم القادم اللي حتى هذه اللحظة ليه متحدد موعد انطلاقه لكن الفريق الأول بيوصل تدريباته على ملعب طبعا صالة الأمير عبدالله الفصل للاستعداد لحصد البطولات في المسلم القادم الفريق ده كحق بطولات عديدة في الفترة الأخيرة بطولات محلية وبطولات إفريقية فبالتالي الكل بينتظر تحيق سلسية في الفترة القادمة بعد الفوز بالدور والكأس والبطولة الأفريقية طيب لمزيد من التفاصيل بينضمي دلوقتي على التليفون كابتن محمود جمعة المدرب المساعد لفريق الكرة الطائرة رجال بالنازل آلي كابتن محمود أولا محمود